من المنافس وبتصدر ضغط عليه رغم أنه هو أكيد كان بيلعب كل مبارياته عشان يصدر لك ضغط لما تيجي تلعب مباريات مؤجلة كل ثلاثة أيام وده أكيد الكتالوج اللي تنفس من سنتين ثلاثة واللي ساهم بنسبة كبيرة أن الزمالك وقتها قدر يفرق بالنقاط وعدد مباريات وكان الضغط كبير جداً على أهلي دلوقتي نتيجة أنتو زي ما انتو شايفين بلعب المباراة الحاجة وخمسين في الموسم مخلص مشوار إفريقي ودولي وقر على أعلى مستوى بلعب بقى مباريات محلية كل اتنين وسبعين ساعة والجو العام الأجواء اللي احنا شايفينها الحرة جداً في مصر ما بتساعدش أبداً على ده مباريات تاكورة بشكل فني على أعلى مستوى احنا نبارع عاديين في الساد القاهرة والمطش بتلابس ساعة سبعة يعني خلاص هم نتكلم في آخر النهار الرطوبة عالية جداً درجة الحرارة عالية جداً ما بالكم بقى باللعابة في أرضية الملعب في المنافسة على الدوري لأن بصراحة يعني في أمور عكسية كتيرة وفي أمور ممكن تكون مش في صالح الفريق ولكن هنمشى خطو خطو الحمد لله تسع مباريات متتالية فيها انتصارات ده شيء إيجابي للفريق في الفترة الحالية لأن كل مكسب بيجيب مكسب كل فوز بيخليك تدخل مباراة تانية بمعرويات عالية خلصت مشوار الاتحاد دفركم وداخل على مباراة طلاقي على الجيش يوم الاتنين على استادة الكلية الحربية فنتمنى يا رب بإذن الله تكون الانتصارات يعني من نصيب الآن ليه خلال الفترة اللي جاي